اشتركوا في القناة ينعقد هذا المجلس المبارك تباعا في مدرستنا لكتاب غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن أحمد الأنصري بن الملق الشافعي رحمة الله عليه ومدرستنا لهذا الكتاب ما زالت تحملنا على مزيد استكثار من الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغتنم من بركات هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا عليه صلوات الله وسلامه عليه ونحن أيضا في الوقت ذاته ما زلنا نقطع شوطا في الكتاب وقد انتهينا من النوعين الأولين في الخصائص المحرمات والواجبات وانتصف بنا الحديث في النوع الثالث وهو التخفيفات والمباحات إذ إن كل قسم من هذه الأنواع يتفرع عنه نوعان الأول ما يتعلق بغير النكاح والثاني المتعلق بالنكاح خاصة وقد انتهينا في النوع الثالث من التخفيفات والمباحات من قسمه الأول وهو ما كان متعلقا بغير النكاح لنشرع الليلة في مواصلة مجالسنا ومدارئ مدارستنا للكتاب لتناول التخفيفات والمباحات فيما يتعلق بالنكاح وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل سنعرض منها في مجلس الليلة ما يتسع له الوقت ويكفي له المقام بإذن الله ويعمد العلماء إلى بيان خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح لأن له فيه من الخصوصية قدرا أوسع من غيرها من أبواب الشريعة ففي المباحات سيتناول المصنف مسألة الجمع بين أكثر من أربع نسوة وزواز النكاح بلفظ الهبى وانعقاد النكاح بلا ولي أو مهر أو شهود وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتطليق وعدده ومسائل أخرى تأتي لنا تباعا في هذا النوع من التخفيفات المتعلقة بغير النكاح سائلين الله التوفيق والسداد مستكثرين من الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله القسم الثاني التخفيفات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل المسألة الأولى أبيح له صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو إجماع وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات كما سيأتي ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يستبيح العبد وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمة هذه أولى المسائل في التخفيفات المتعلقة بالنكاح وهي قصل المسائل وأمها جواز أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع نسوة ويتبين وجه الخصوصية ببيان الحكم المتعلق بسائر الأمة فإن الله عز وجل قد قال في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولا يجوز للحر المسلم في النكاح أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الحكم المتعلق بسائر الأمة ثبتت فيه خصوصيته صلى الله عليه وسلم بجواز الزيادة على هذا العدد الأربع إلى خمس وست وسبع وأكثر وكل هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ولم يقل المصنف رحمه الله تعالى جواز نكاح أكثر من أربع بقال الجمع بين أكثر من أربع لأنه قد يتزوج الرجل بأكثر من أربع متفرقا فيكون له في مدة حياته قد نكح عشر نسوة لكنهن متفرقات أو جمع بين إثنتين أو ثلاث في فترة من الفترات أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن المباح في حقه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة قال المصنف وهو إجماع يعني لم يختلف في هذا أحد من فقهاء الإسلام وأما التي بقينا معه حتى مات صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته فهن تسع زوجات كما سيأتي قريبا وذكر هنا وجها لطيفا للتعليل في وجه هذه الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح ووجه اللطافة فيه أنه بناه على وجه المفاضلة بين الحر والعبد فإن الحر يجوز له أن ينكح أربعا من النساء والعبد على النصف من ذلك وإنما ضعف المباح للحر في حقه في النكاح لفضل الحر على العبد فإذا كانت المسألة في ازدياد المباح من النساء في النكاح منوطا بالفضيلة ففضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة ثابتة بلا ريب وهذا أيضا مؤذن بجواز خصوصيته عليه الصلاة والسلام في أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة أكثر مما تستبيحه الأمة كما قال المصنف رحمه الله تعالى نعم قيل في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حسدوه في نكاح تسع نسوة وقالوا هل لا شغلته النبوة عن النساء فأكذبهم الله تعالى وقال كان لسليمان الملك العظيم ولم يشغله عن النبوة وكان له ألف حرة ومملوكة وكان لداود عليه السلام تسع وتسعون زوجة حكاه الإمام أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير وحكى القرطبي في تفسير هذه الآية أنه أحل لنبينا عليه الصلاة والسلام تسعا وتسعين امرأة قيل خصب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عينه في الصلاة كما رواه النسائي من حديث أنس وصححه الحاكم على شرط مسلم ووقع في مطلب ابن الرفعة أنه في الصحيح والظاهر وهمه وفي إسناد الحديث ما قال أوضحته في تخريج أحاديث رافعي قال المصنف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قيل في تفسير الناس في الآية أم يحسدون الناس إن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يضرب الأصوليون بالآية مثالا على العموم المراد به الخصوص فهذا لفظ عام لكن المراد به خاص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على أحد الأقاويل في تفسير الآية الكريمة فإذا كان المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى أي شيء وقع الحسد قيل وقع الحسد في نكاح تسع نسوة وقالوا هل لا شغلته النبوة عن النساء فنزلت الآية تكذيبا لهم وأن الله عز وجل لما خصه بذلك كان مزيد توسعة عليه ورحمة به وإكراما بل وعونا على ما كلف به من أعباء النبوة لا إشغالا ولا انصرافا عنها ولهذا قال فإن سليمان عليه السلام كان له الملك العظيم الذي استجاب الله له فيه دعوته حيث قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فآتاه الله من وجوه الملك ما ذكر بعضه في الآية فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ومع ذلك فقد كان لسليمان عليه السلام العدد الكبير من النسوة قيل كان له ألف حرة ومملوكة فلو كان تعداد النساء وكثرتهن في النكاح شاغلا عن أعباء الوظائف لقيل مثل ذلك في نبي الله سليمان عليه السلام والحق أنه بخلاف ذلك قال وكان لداود عليه السلام تسع وتسعون زوجة كما ذكره بعضهم كالقشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير نقل القرطبي هنا قولا في تفسيره بأنه أحل لنبينا صلى الله عليه وسلم تسع وتسعون امرأة لكنه قول غريب كما ذكره بعض أهل العلم هذا فيما يتعلق بتخصيص نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الوجه وما قيل في الآية الكريمة وأما المعنى الذي من أجله خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكره هو في ميل قلبه وحبه إلى هذه المباحات من الطيبات التي أباح الله لأهل الإسلام في دنياهم قال حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء أو من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة الحديث أخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه حبب إلي من الدنيا الطيب النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وفي لفظ لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل وأيضا أخرجه ابن سعد من حديث عائشة وأنه ضعيف السند لكن حديث النساء أخرجه الحاكم أيضا وصححه على شرط مسلم ووهم المصنف رحمه الله الإمام بن الرفعة في المطلب حيث عز الحديث إلى الصحيح وفي إسناده مقال أفاض فيه المصنف في كتابه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وقال الماوردي واختلف أهل العلم في تحبيب النساء إليه على قولين يعني لبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النساء حبب إلي من الدنيا النساء والطيب فما وجه هذا التحبيب يعني ما وجه أن نفهم ميل النبي عليه الصلاة والسلام بحب قلبه إلى النساء أما الحب الفطري المغروز فينا معشر البشر أن يحب الرجل المرأة وأن تحب المرأة الرجل لما جعل الله فينا من غرائز الفطرة التي يميل فيها أحد الجنسين إلى صاحبه لأجل أن تحقق الحكمة الإلهية بالتناسل والتكاثر والتناكح وعمارة الأرض التي جعلنا الله عز وجل فيها خلفاء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فمعنى تحبيب النساء إليه وجوه ذكر بعض أهل العلم فيها جملة من المعاني سيأتي المصنف رحمه الله في ذكر بعضها وهو جمع لطيف لأن نفهم معنى قوله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وقال الماوردي واختلف أهل العلم في تحبيب النساء إليه على قولين أحدهما أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون تلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره والثاني ليكون مع من يشهدها أو يشاهدها من نسائه فيزول عنهما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبه لهن على هذا القول للطف به ويحتمل قولا ثالثا وهو الحث لأمته عليه لما فيه من النسل الذي تحصل به المباهات يوم القيامة ورابعا هو أن قبائل العرب تتشرف به وقد قيل إن له بكل قبيلة منها اتصالا بمصاهرة وغيرها سوى تيم وتغلب وخامسا هو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء فيكونون عونا على أعدائه هذه خمسة وجوه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نقلا على الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في معنى تحبيب النساء إليه أول هذه الوجوه الخمسة الزيادة في الابتلا أي ابتلا؟ قال حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء يعني حبب إليه النساء ابتلاء ليكون رغم حبه للنساء قائما صلى الله عليه وسلم بعباء النبوة وتكاليف الوحي وتبليغ الرسالة هذا الابتلاء يراد به زيادة الأجر والإكرام من الله سبحانه وتعالى فإن الأجر يعظم مع عظم الابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس ابتلاء وأشدهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما ثبت أيضا بذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم الوجه الثاني قال ليكون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون هذا لطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له من الزوجات ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع بل أكثر من ذلك لأجل أن يحفى به صلى الله عليه وسلم من نساء أهل بيته من يكون معه على اختلاف الأحوال ويزول عنه ما يجد من أذى المقولات التي ترميه ببعض التهم كالسحر والشعر والكذب والكهانة فيكون معه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ونسائه وزوجاته ما يخفف عنه ويحوطه بلطف وعناية المعنى الثالث الذي أبداه المصنف احتمالا نقلا على الإمام الموردي أو زيادة على ما ذكره الإمام الموردي رحمه الله أن يكون في ذلك حثا لأمته بسنته الفعلية على التعدد واستكثار النسل الذي تحصر به المباهات ويشير فيه إلى حديث أخرجه عدد من أصحاب السنن والمصنفات مثل حديث تناكح تكثر فإني أباهي بكم الأمم أخرج البيهقي أيضا بلفظ تزوج فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكون كرهبانية النصارى وأخرج ابن حبان وصححه عن أنس تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وغيرها من أحاديث لا تخلو من مقال في ضعف أسانيدها إلا أنها بمجموعها تبلغ درجة الحسن بإذن الله أما المعنى الرابع المشار إليه في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله إن قبائل العرب تتشرف به وله بكل قبيلة اتصال بمصاهرة سوتيم وتغلب فتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام وهن ينتسبن إلى قبائل متعددة متفرقة كان فيه زيادة تصاهر ولا يخف ما في هذا من شدة الولاء واللحمة والقرب من قبائل العرب التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما مبشرا هاديا نذيرا مبلغا رسالة الله فإذا توطدت العلاقات كان هذا أدعى إلى قبول رسالته وإلى البعد عن معاداته ومناكفة دعوته وهذه حكمة جليلة أرادها الله عز وجل وقد كان الأمر كذلك مما يلحظه من يرى ويتتبع سيرته صلوات الله وسلامه عليه الراء الخامس كثرة العشائر من جهة نسائه ليكون ذلك مزيدا في أعوانه في الدعوة فإذا تعددت قبائل الرجل مصاهرة وقرابة وجيرة وحمية كان هذا أقوى في نصرته واعتضاده بمن ينتسب إليه ويحميه ويحوط به يكون هذا أقوى لمقام النبوة وتبليغ رسالة الله إذا أضفنا إلى هذا أيها المباركون ما سيذكره المصنف رحمه الله بعد قليل في وجوه أخرى من الحكم الجليلة المتعلقة بتبليغ الرسالة ومعاني الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما بها وكانت تعداد زوجاته وجها من وجوه تحققها فإنه كان مأمورا بنشر الشريعة وإذاعة أحكامها وتبليغها فأمر بكثرتهن لينقلن عنه الأقوال والأفعال أو ما قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وما الذي نقلته مثل أمنا عائشة رضي الله عنها في كثير من الأحاديث قدر وافر طيب ولهذا قال بعض أهل العلم السر في إباحة أكثر من أربع من النكاح أن الله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحى من ذكره وما لا يستحى وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال ليكمل نقل الشريعة فكثرة عدد النساء لنقلهن عنه من الأقوال والأفعال ما يستحي هو من التلفظ به وأيضا فقد نقلنا عنه صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيرهن مما يراه في منامه صلى الله عليه وسلم مثلا أو حال خلوته من الآيات البينات الدالة على نبوته ومن جده واجتهاده في عبادته من الذي نقل لنا قيامه في حجرته إذ يقوم من الذي نقل لنا بكاءه ودمع عينيه صلى الله عليه وسلم من الذي نقل تقلبه في الفراش ليقوم من الذي نقل لنا ذريني أتعبد لربي كل ذلك فعله زوجاته رضي الله عنهن فهذا من الحكم الجليلة نقل لجوه الخفية التي لا تظهر لأمته وهذا جزء من الشريعة يراد أن يحفظ بحفظ الله فكان في كثرة نسائه وتعدادهن عون على مزيد نقل لتلك الجوانب من حياته صلى الله عليه وسلم كافة قال كلها أمور يشهد بها ذل بأنها لا تكون إلا لنبي في أمور ما شاهدها غيرهن أمهات المؤمنين فحصل بذلك خير عظيم وأراد الله أيضا نقل محاسنه الباطنة كما أطلع الرجال على محاسنه الظاهرة ليكون مكمل الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم لاحظوا أنه تزوج بأم حبيبة رضي الله عنها وأبوها ذلك الوقت عدوه بنت أبي سفيان وتزوج صفية بنت حيي وقد قتل أباها حيي بن أخطب فلو لم يطلعن من باطن أحواله صلى الله عليه وسلم على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن لكن لله الحكمة البالغة فكان هذا نوعا من لطف الله جل جلاله ومن عظيم حكمته وتقديره وتدبيره لنبيه صلى الله عليه وسلم أولا ولدينه ولهذه الأمة المرحومة ثانيا فكانت هذه حكم جليلة من وراء البقاء على هذا الحكم المخصوص به رسولنا صلى الله عليه وسلم في إباحة أكثر من أربع من النسوة والله أعلم إذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع فيه وجهان فيه وجهان لأصحابنا أشار بعض أهل العلم أيضا إلى معنى اللطيف في وجوه إباحة أو خصوصيته عليه الصلاة والسلام في إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو أنه أوتي من الخلق العظيم وسعة الصدر الكريم ما لم يكن لأحد غيره في الأمة كان كثير الحلم صلى الله عليه وسلم واسع الصدر صلى الله عليه وسلم حسن الخلق صلى الله عليه وسلم عظيم العفو صلى الله عليه وسلم يصبر على تحمل أذى النسوة وكيدهن وما يحصل أيضا من قصور منهن كل هذا ليس لغيره من أحد الأمة ولهذا منعت الأمة من الزيادة على أربع لأنها لا تطيق لا تطيق احتمال ما قد يكون بين الضرائر من الكيد أو من الأذى والغيرة ونحو ذلك أما هو عليه الصلاة والسلام فقد قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم فذكر له ربنا جل جلاله من العظمة الخلق ما ليس لغيره فلذلك كان له وجه وبيح له فيه صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره نعم إذا تقرر إذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على التسع فيه وجهان لأصحابنا لماذا التسع لأنه مات عن تسع صلى الله عليه وسلم فالسؤال إذا كانت الإباحة قد تقررت بأكثر من أربع فهل هي مقيدة بالتسع قال فيه وجهان أحدهما لا يعني لا يتقيد بل يجوز الزيادة بلا حد نعم أحدهما لا لأن الأصل استواؤه عليه الصلاة والسلام وأمته في الأحكام لكن ثبتت له جواز الزيادة إلى تسع فيقتصر عليه وأصحهما وبه قطع الماوردي الجوازة لأنه مأمون الجور ولظاهر قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن الآية هذان وجهان والذي قطع به الماوردي وهو الذي أيضا يدل عليه ظاهر الأدل عدم التقييد بتسع لعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك وأما موته صلى الله عليه وسلم عن تسع فقد وقع اتفاقا كيف وقد قالت الآية إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك فلم تقيد الآية عددا فظاهر الآية يدل على الجواز وأضاف إليه المصنف نقلا عن الماوردي الحكمة التي عللت بأنه مأمول الجوري صلى الله عليه وسلم يعني إنما قيد إباحة النساء بأربع لسائر الأمة لتحقيق العدل فكانت الزيادة على الأربع مظنة الجوري وأما هو صلى الله عليه وسلم فلما أمن هذا في حقه لم يتقيد بالعدد وقد قيل إنه كان عنده حين التخيير عشر نسوة العاشرة بنت الضحاك التي اختارت الدنيا وروى الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث أنس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع فيكون قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك ناسخة وفي رعاية الحنابلة إلى أن نزل لا يحل لك النساء من بعد فتكون ناسخة نعم نقل هاهنا ما دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد نكح أكثر من تسع فلو كانت تقييد بالتسع مقررا لما زاد في العدد قال لما نزلت الآية في التخيير يعني قوله تعالى يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية لما نزلت كان عنده عشر نسوة اختارت العاشرة وهي بنت الضحاك اختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم وروى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع هذا العدد الذي عليه كثير من المحققين في أنه مات عن تسع وتزوج ودخل بإحدى عشرة ومجموع النساء التي تم العقد عليهن خمس عشرة هذا العدد يدل على عدم التقييد بالتسع وأنه لو كان كذلك ما زاد وقوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك ناسخة وفي الرعاية لابن حمدان عند الحنابلة أن الله لما أنزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ثم جاء بعدها قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك كانت ناسخة لها وسيأتي أيضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حديث أنس من حديث هشام عن قتادة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة فقيد العدد فذكر العدد أيضا في هذا الحديث دلالة على جوازي أو على تحقق الزيادة على التسع وهو المرجح لقوله عدم التقييد بهذا العدد والله أعلم تنبيه ذكر القضاعي في كتابه عيون المعارف هذه الخصيصة وهي أنه أبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع نسوة فيما خص به دون الأنبياء من قبله وهو غريب منه وقد أسلفت لك ما يخالفه ووجه استغراب المصنف رحمه الله لهذا القول أنه قد تقدم ذكر كثرة نساء بعض الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام وأن هذا لا يستقيم مع دعوة خصوصية لهذا الحكم برسولنا صلى الله عليه وسلم دون أمته نعم خصوصيته صلى الله عليه وسلم عن أمته لا عن باقي الأنبياء الكرام عليهما السلام نعم فائدتان الأولى قال مجاهد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة وسيأتي عن أنس أنه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين نعم تقدم الحديث قبل قليل من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه لما قال والحديث عند البخاري في الصحيح لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه من الليل والنهار في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة قال قتادة قلت لأنس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين فهذا أيضا من الفوائد وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الخصائص هذا المعنى ومن أجله أبيح له هذا العدد من النساء في النكاح الثانية النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة بلا شك ومن جملة فوائده في حقه فائدتان عظيمتان الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال الثانية نقل محاسنه الباطنة فإنه صلى الله عليه وسلم مكمل الظاهر والباطن وتزوج من القبائل أم حبيبة وأبوها ذلك الوقت عدوه يعني أبو صفيان وصفية وقد قتل أباها يعني حيي بن أخطب اليهودي في غزوة خيبر وغيرهما فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطنا كما عرفه الرجال منه ظاهرا صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي تقدم قبل قليل في ذكر بعض الحكم وفوائد تعدد النساء في نكاح نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ذكر هنا فائدتين الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال والمقصود به عدة أمور منها مثلا أمور الزوجية الخاصة كالمعاشرة وأمور الفراش والجماع مما نقل نقلا في غاية الصون والحشمة والعظمة من خلال الروايات التي نقلتها أمهات المؤمن رضي الله عنهن كما يقال من الذكر عند الجماع أو ما يقال ويفعل بين الرجل والمرأة وذكر الاغتسال بعد الجماع ونحو ذلك كثير وأيضا يتناول أمرا ثانيا وهو أموره الخاصة التي تكون في بيته عليه الصلاة والسلام كمثل ما يكون في عباداته وما يكون في مهنة أهله وما يكون من مؤانسته وحديثه لزوجاته صلى الله عليه وسلم كل ذلك أيضا من الخفايا التي لا يطلع عليها الرجال وإذا أضفنا أمور الحياة اليومية التي يقع فيها في البيوت ما يقع بين كل زوجين وخصوصا إذا كان هناك ضرائر كما في شأنه صلى الله عليه وسلم فكل تلك قضايا تتعلق بها أحكام الشرعية وهي مما لا يطلع عليها من كان خارج البيت فلو كانت زوجة واحدة أو عددا محدودا لم يستوعب هذا العدد نقل ذلك الجانب الكبير من الشريعة وهو عظيم والمراد تبليغه للأمة فكان هذا من الفوائد والحكم الجليلة الفائدة الثانية نقل المحاسن الباطنة التي تكتمل مع المحاسن الظاهرة التي ظهرت لعموم الأمة له صلى الله عليه وسلم فإن الله قد كمله ظاهرا وباطنة أما الظاهر فاطلع عليه الناس وأما الباطن فهو الذي خص به أمهات المؤمنين زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن فإنهن نقلن من صبره وحلمه وكرمه وجميل عشرته وتغاضيه وحسن منطقه وحلمه وصبره وتجاوزه القدر الذي عبقت به كتب الرواية فيما كان منه صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص مع أهل بيته وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأضاف معنى لطيفا هنا أن بعض أمهات المؤمنين كان مقترنا بأحوال النكاح بهن بعض القرائن التي لو كان في خلوقه عليه الصلاة والسلام ما يشينه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أو لو كان في تعامله ما يمكن أن يكون منقصة من قدره وحاشاه صلى الله عليه وسلم لذاع وشاع وانتشر وهنا جملة من اللطائف في استنباط مثل هذا المعنى هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يوم تزوجها وأبوها أبو سفيان رجل من قادة قريش كفرا وعنادا وحربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ وهو مؤجج الحرب في بدر وهو أحد القادة في أحد وغيرها كثير وصفية بنت حيي بن أخطب وأبوها حبر من أحبار اليهود وسيد من ساداتهم تزوجها بعدما قتل أبوها في الغزوة ذاتها التي سبيت فيها صفية رضي الله عنها هاتان امرأتان من زوجاته عليه الصلاة والسلام كل واحدة منهما كان أبوها على أشد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله لو وجدنا منه مقدار أو مثقال ذرة من أسن أو سوء في التعامل لغلبتهن عاطفة الأبوة والحنين إلى آبائهم وهم على ما كانوا عليه من الكفر لكن ذلك لم يكن فلا تقف إلا على شيء عظيم حملته هذه المعاني السامية التي نقلت من خلالها هذه السيرة المشرقة وكان لتعداد نكاحه صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهن ثم قال وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطنا كما عرفه الرجال منه ظاهرا فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرع في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان أحدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته يقصد بالطريقين هنا المصنف رحمه الله طريقة الفقهاء في المذهب في جمع الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة لأنها إما أن تكون روايات عن إمام المذهب فهذه ينظر فيها بنظر معرفة وتحقيق مذهب الإمام ما كان منها الراجح أو المتأخر أو المعمول به أو المرجوع إليه وهناك أيضا من الأقوال ما هي اجتهادات لفقهاء المذهب فتكون أقوالا تنسب إليهم وهناك ما يكون تخريجا على أقوال إمام المذهب وتفريعا على قواعده فإذا حصرت الأقوال قيل في حكاية الخلاف في المسألة طريقان أو ثلاثة أو نحوها كل طريق قد ينبني عليه قولان أو أكثر لكن هي طريقة لجمع الخلاف وعرض الأقوال في المسألة الواحدة والمسألة التي يريد المصنف عرضها هنا هي انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في طلقات ثلاث يعني هي فرعا عن قضية خصوصيته في النكاح بما زاد على أربعين فهل يقال إنه منحصر إباحة طلاقه عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته بثلاث طلقات أم له خصوصية كما كان له خصوصية في النكاح قال في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان وليس قولان طريقان أحد الطريقين ذكر وجهين والطريق الثاني سيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أنه له فيه وجه واحد كما سيأتي ذكره بعد قليل فرع في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان أحدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته لكن صحح البغوي الحصر فيها كغيره الحصر فيها يعني في الثلاث صحح البغوي انحصار المباح في طلاقاته صلى الله عليه وسلم بثلاث طلاقات كغيره يعني من سائر أفراد الأمة وصحح في أصل الروضة والرافعي ذكر الطريقة الأولى ثم قال وروا صاحب التتمة الانحصارة ولم يزد على ذلك في شرحيه والثانية القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلض هذه الثانية الطريقة الثانية لا يذكر فيها خلاف بل القطع بانحصار عدد الطلاق له صلى الله عليه وسلم في ثلاث وأن هذا لا علاقة له بتعداد النساء وجواز الزيادة على أربعين ثانية القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلض كذا علله الماوردي وهو جازم بعدم انحصار النسوة وحاكل لوجهين في انحصار طلاقه ومنه خرجت هذه الطريقة قال وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثا هل تحل له من غير أن تنكح غيره؟ يعني لو طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته ثلاث طلاقات فهل يجري عليها الحكم المقرر على المطلقة ثلاثا من زوجها في غيره من أفراد الأمة؟ هذه من المسائل الافتراضية التي لم تقع ولا جدوى من تقرير حكم فيها أو ترجيح رأي لأن الحكم يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد التحق بالرفيق الأعلى فلا معنى للمناقشة في مسألة لو طلق إحداهن ثلاث طلقات فهل يباح له الرجوع إليها بعد أن طلقها ثلاثا أم يشترط أن تتزوج غيره فيطلقها الثاني كما هو الحكم في سائر أفراد الأمة والله أعلم قال وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثا على الحصر يعني على القول بانحصار طلاقه في ثلاث طلاقات هل تحل له من غير أن تنكح غيره فيه وجهان أحدهما نعم لما خص من تحريم نسائه على غيره والثاني لا والثاني لا يحل له أبدا لما عليه من التغليض في أسباب التحريم انتهت المسألة الأولى المتعلقة بعدد النساء التي أجاز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة الجمع بينهن في النكاح وأنهن أكثر من أربع بلا تحديد عدد على الراجح والله أعلم المسألة الثانية في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة وجهان أحدهما لا كغيره وأصحهما نعم وهو ما قطع به الإمام والغزالي لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة هذه ثاني المسائل في المباحات المتعلقة بالنكاح إنعقاد نكاحه بلفظ الهبة فإن غيره من الأمة صلى الله عليه وسلم لا ينعقد في حقه النكاح إلا بلفظ النكاح والزواج ونحوه فيقول الولي أنكحتك ولية أو مولية فلانة فيقول الزوج قبلت نكاحها فينعقد بإيجاب وقبول وأما الهبة فإنها عقد مستقل لا يحصل به إنعقاد النكاح أما النبي عليه الصلاة والسلام فأبيح ذلك له وهو من خصوصياته ولذلك أوردها هنا في تعداد المسائل في الخصائص النبوية المتعلقة بالتخفيفات والمباحات إنعقاد النكاح بلفظ الهبة وهذا أصح الوجهين وذكر وجها آخر بالامتناع كغيره من الأمة وعلى وجه الإباحة يكون معنى تحقق الخصوصية له في هذا الباب صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن هذا الوجه في الإباحة قطع به إمام الحرمين والغزالي وعدد من الفقهاء استدلالا بقوله تعالى في قوله يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلى أن قال ومرأة مؤمنة يعني عطفا على النساء التي أباح الله له صلى الله عليه وسلم ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فإذا كان هبة وانعقد بلفظه فلا يجب المهر لا بالعقد ولا بالدخول لأن الهبة لا يقابلها عوض فيصح العقد ويكون النكاح ولا يلزم فيه مهر لا عند العقد ولا يجب بالدخول كما هو الشأن في سائر الأمة وقد أخرج الأئمة في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وفي رواية لحمد بن زيد قال ما لي بالنساء من حاجة فقال الرجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي من شيء الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم التمس لو خاتم من حديد وفي رواية قال أنكحتكها بما معك من القرآن والحديث أيضا أخرجه البيهقي وجه الدلالة أنها قالت وهبت نفسي لك فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها وهل يصح أنتهى بنفسك لي ولا قال هل يصح النكاح بلفظ الهبة فلما أقرها عليه واعتذر إليها دل على أن النكاح جائز بلفظ الهبة وهذا الوجه الذي يتحقق به الخصوصية في أمره صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكر المصنف هنا وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم أو يكفي لفظ الاتهاب فيه وجهان يعني هل يشترط أن يتحقق هذا العقد في الهبة بلفظ النكاح إذا قالت وهبتك أن يقول تزوجتك أم يكفي لفظ الاتهاب أنتهب فيوافق صلى الله عليه وسلم فيه وجهان أحدهما لا يشترط كما في حق المرأة وأصحهما في أصل الروضة والرافعي قال إنه أرجح وعند الشيخ أبي حامد يشترط لظاهر قوله تعالى أن يستنكحها الآية فاعتبر في جانبه النكاح فتحصل من هذا أن الواهبة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صح منها الإيجاب بلفظ الهبة ويتعين في حقه القبول صلى الله عليه وسلم بلفظ النكاح كما هو ظاهر الآية الكريمة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فذكر الهبة في جانبها والنكاح في جانبه صلى الله عليه وسلم قال الأصحاب وينعقد نكاحه عليه الصلاة والسلام بمعنى الهبة حتى لا يجوز مهر ابتداء ولا انتهاء وفي وجه غريب أنه يجب المهر الذي خص به لانعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها وهذا الوجه الغريب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله حكاه الحناطي من آئمة الشافعية وجها ولم يوافقه عليه فقهاء المذهب لأن الهبة إذا ثبتت خصوصية له صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيها خلوها عن العوض والبدل وقال الماوردي مرة بسقوط المهر وقال مرة اختلف أصحابنا في من لم يسمي لها مهرا في العقد هل يلزمه لها مهر المثل على وجهين وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى ولهذا فإن الماوردية رحمه الله لما ذكر إباحة أن يملك النبي عليه الصلاة والسلام نكاح الحرة بلفظ الهبة من غير بدل قال فيكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على أمته من وجهين الوجه الأول أن يملك الحرة بلفظ الهبة والثاني أن يسخط عنه المهر ابتداء مع العقد وانتهاء فيما بعد العقد وغيره من أمته إذا صح عقد النكاح من غير تسمية المهر يستقر الوجوب في ذمته بالدخول وقال أبو حنيفة رحمه الله إنما اختص بسقوط المهر وحده وهو وأمته سواء في جواز العقد بلفظ الهبة وقال في موضع آخر اختلف أصحابنا فيما لم يسمى لها مهرا في العقد إلى آخره فالشاهد من ذلك خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بالهبة بالنكاح السؤال هل وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته من وقع العقد عليها نكاحا بالهبة نقف عند هذا وسيكون تتمة المجلس ليلة الجمعة المقبلة وفيه المسألة من هي المرأة من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي وقع لها النكاح بلفظ الهبة وليلتكم هذه أيها المباركون حرية بازدياد كثير متتابع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عدد الخلائق والنسائم والمدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير من وطئ الثرى متواضعا لله ميمون الطليعة مرشدا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وارزقنا بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين ونسألك علما نافعا وعملا صالحا اشتركوا في القناة